يسأل ما هو الشكر؟ يعني إيه شكر؟ وطبعاً نحن نتحدث عن أنواع الشكر الآن يعني بعد قليل لكن الشكر هو ذكر المحسن بإحسانه لا ركز معي قوي لأنه أنا وإنت محتاجين نعرف يعني إيه شكر؟ الشكر هو الثناء على المحسن بذكر إحسانه ركزوا معي الثناء على المحسن بذكر إحسانه ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الله عز وجل حينما يسني إلي نعمة والله عز وجل أسدأ لنا نعمة كثيرة مثلاً نعمة الإسلام فأثني على الله سبحانه وتعالى أقول الحمد لله الشكر الله على نعمة الإسلام وهذا معنى الثناء على المحسن بذكر إحسانه يبأ أثني عليه وأذكر الإحسان الذي أوصله إلي وأعطاني إياه لذلك قال العلماء والمفسرون طبعاً منهم الإحسانه عفواً الشكره اعتراف بالجميل وذكر للمحسن وأداء ما يترطب على الشكر على النعمة أو الإحسان وأداء ما يترطب على النعمة أو الإحسان وإعطاء حق مصديها حقه يعني عشان أقول أن شكر ربنا محتاج أعمل دية أعترف بالجميل لله سبحانه وتعالى وأقر به وأعطي الله حقه في هذه النعمة وأثني عليه بما هو أهله يعني قضية الشكر قضية عمل سنرى الآن أن الشكر بالقلب وباللسان وبالجوارح وبأمور أخرى سنرى الآن وهنا يأتي السؤال ما فضل الشكر وما مكانة الشاكرين ما فضل الشكر وما مكانة الشاكرين يجيبون القرآن الكريم على هذا السؤال فضل الشكر والشكرين اسمع أيها المسلم لمكانة الشكر ولقيمة الشكر ولعظمة الشكر ولمنزلة الشكر الله من فوق سبع سماوات سمى نفسه شاكرا وشكورا فالله من أسمائه شاكر ومن أسمائه الشكور حقيقة والقرآن قال ذلك يعني نقرأ في القرآن الكريم وَمَن تَطَوَّى خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ فالله عز وجل من أسمائه الشاكر ومن أسمائه الشكور إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ يبقى الله عز وجل لمكانة الشكر ولقيمة الشكر سمى نفسه شاكرا وسمى نفسه شكورا ومعنى أن الله شاكر ومعنى أن الله شكور أي أنه يشكر العبد يشكر العبد على القليل من الفعل الصالح النافع الخالص الذي يأتي به ده معنى أنه سبحانه وتعالى شكور معنى أنه سبحانه وتعالى شكور إذن أقول لمكانة الشكر لمنزلة الشكر لعظمة الشكر الله سمى نفسه شاكراً وسمى نفسه شكوراً اسمع اللي جاء كمان لمكانة الشكر ولعظمة الشكر ولفضلة الشكر الله سبحانه وتعالى ذكر أسماء كثيراً من الأنبياء وأثنى عليهم بصفة الشكر منهم على سبيل المثال سيدنا نوح فالقرآن الكريم أثنى عليه بصفة الشكر وهذا يدل على مكانة ومنزلة الشكر حينما قال القرآن الكريم ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبداً شكوراً يبقى سيدنا نوح وصف في الشكر لما كانت هذه القيمة وهذه العبادة سيدنا إبراهيم عليه السلام بما وصفه ربه وصفه شاكراً لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط المستقيم شاكراً لأنعمه ده سيدنا إبراهيم وسيدنا إبراهيم طلب من الله عز وجل أن يجعل ذريته من الشاكرين يعني هو ربنا سبحانه وتعالى وصفه بأنه شاكراً لأنعمه وطلب من الله عز وجل لذريته أن يكتبهم الله عنده من الشاكرين وقرأ إنشئت في سورة إبراهيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون طلب إبراهيم يعني عليه السلام من الله عز وجل أن يجعل ذريته من الشاكرين هذا إن دل على شيء يدل على أن هذه القيمة عظيمة ولها مكانة في الإسلام يا أحباب الكرام لذلك لم يقف الأمر عند سيدنا نحو ولسيدنا إبراهيم ده مش كده بس سيدنا موسى عليه السلام الله عز وجل أمره أن يكون من الشاكرين بعد أن طلب من الله سبحانه وتعالى الرؤية والقصة المعروفة رب أرني يعني أنظر إليك كانت وصية الله لسيدنا موسى اسمع يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين هو ده الشاهد وكن من الشاكرين قال الله ربه كن من الشاكرين فهذه وصية وأمر من الله سيدنا موسى لما كانت هذه المنزلة سيدنا داود يا أخي لما علمه الله عز وجل صنعة اللبوس وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من مأسكم طبعا كان سيدنا داود يحيك الثياب ثياب الحروب لكنه كان يحيكها كان يحيكها لا من الخيوط وإنما من الحديد وألن له الحديد فكان يعني يصنع هذه الضروع وهذه الثياب الثياب الحروب من الحديد فقال له ربه وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من مأسكم إلى أن ختمت الآية فهل أنتم شاكرون يعني هذا الختام تقريب من الله عز وجل أي كونوا من الشاكرين أي كونوا من الشاكرين دمي سيدنا داود بس ابن سيدنا سليمان لما علمه الله عز وجل منطقة طير واستطاع أن يفهم لغة الطير والحيوان والحشرات النملة وسمع النملة وهي تتحدث ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضحكا من قولها ماذا قال سيدنا سليمان عليه السلام عشان نعرف كيمة الشكر ومنزلة الشاكرين قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني في عبادك الصالحين يبقى لاحظ معي كل سمت الأنبياء وصفات الأنبياء الأساسية الشكر الشكر سيدنا لوط الله عز وجل نجاه هو وأهله نجاه هو وأهله بسبب ماذا بسبب الشكر يعني كذبت لما ربنا نتحدث عن كذبت كاملوتم بالنظر الله سبحانه وتعالى في سورة القمر إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبَا إِلَّا آلَ لُوطَ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرْ نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجِزِي مَنْ شَكَرْ نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجِزِي مَنْ شَكَرْ هذا دل على أن سيدنا لوط عليه السلام كان من الشكرين هو وأهله طبعا إلا مرأته فنجاهم الله عز وجل بسبب هذا الشكر وعلى رأس كل الأنبياء عليه الصلاة والسلام الحبيب المصطفى والنبي المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم هذه النعمة المسدى والصراج المنير الله عز وجل أمره أمره سبحانه وتعالى فقال له بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُمْ مِنَ الشَّكْرِينَ وَكُمْ مِنَ الشَّكْرِينَ قضية منتهية أمر واضح وصريح ووصية من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم إذن هذه الصفة تستوجب الثناء وتستوجب المتح لذلك الله عز وجل مدح الأنبياء ومدح المرسلين وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة تعالى بقى شوف لم يقف الأمر عند الأنبياء ده المؤمنين المؤمنين يعني على فكرة بعض المفسرين قالوا إن قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأحقاف حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قالوا هذا هو سيدنا أو بكر الصديق وبلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وقالوا إن هذا الذي طلب الشكر في هذه الآية قالوا هو سيدنا الصديق أبو بكر فهي صفة السوج بالسناء لا تعالى بقى شوف عموم المسلمين القرآن الكريم يبين لنا أن الشكر عبادة عبادة واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون فالشكر عبادة والشكر طاعة وهذا يعني حديث موجه ونداء موجه لكل الأمة واشكروا لله